السلام عليكم مساء الخير مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في رحاب حصتكم الأسبوعية بس مكيت دعوني ورحب بالضيوف الحاضرين معي في هذه الأمسية أستاذة نوال مكيد مستشار الأسرية مرحبا بك شكرا زينب أهلا وسهلا بكل مشاهدينا شكرا والأستاذة شفيقة زهانة مرحبا بك الأخصائية النفسانية مرحبا بكم شكرا على الاستضافة وشكرا على اختيار الموضوع داسم اللي نشوف أنه موضوع داسم إن شاء الله الاستفادة تعمل جميع إن شاء الله دكتورة كانت بدأتنا بالموضوع داسم موضوعنا لنهار اليوم إذا كان ولابد من انفصال الأبوين عن بعضهما كيف يكون تعامل مع الأبناء وكيف لنا نحافظ على شخصية هذا الطفل وحتى يكون متوازن ويكون في المستقبل رجل سوي ويقدر يدير اختيارات ويقدر يكون إطار في هذا المجتمع عوض أن يكون مهزوز الشخصية ويكون عالى على المجتمع التربية بين الأولياء بعد الانفصال كيف تكون الأستاذة نعم في الحقيقة هو الانفصال أو الطلاق يعني مشروع يعني دينا وقانونا فهو كحل لكثير من الحالات التي قد تصل لها أو اتجاه المغلق الذي قد تصل له الأسرة أو الأب والأم أنا أقول أن الشائع في مجتمعاتنا أن معظم الحالات في الانفصال أو الطلاق تميل إلى الانفصال الدرامي بمعنى أن يبقى فيها مجموعة من المشاكل التي تتأزم مع قرار الانفصال وليس لإنهاء المشاكل والمفروض هو الطلاق والانفصال هو المفروض من الانفصال والطلاق ليس انتقام وإنما إنهاء ووضح حد لمشاكل معينة فنحن أشائع في معظم الحالات لنشاهدوه أنه من هنا تتأزم الأمور ويصبح الأطفال طرف في هذا النهزع ويتأذون كثيرا من هذا الانفصال أما الشاهد هو أن الطلاق أو الانفصال هو فك للرابطة الزوجية وليس فكا للرابطة الأبوية بمعنى ضروري توضيح العلاقة قبل الطلاق أو الانفصال والعلاقة بعد الانفصال إذن العلاقة قبل الانفصال وقبل الطلاق فيه أب وأم وفيه زوج زوجة إذن فيه علاقة زواج وفيه علاقة أبوة والتي هي علاقة الأم بولادها وعلاقة الأب بأولاده فبعد الطلاق أو أثناء الطلاق ضروري أن نحافظ على مكان الأبوة أو العلاقة الأبوية لأنها خط أحمر وممنوع ويجرم إنسانيا وخلقيا ودينيا ممكن حتى قانونيا كل من يمس بالعلاقة الأبوية لأنه ضحاياها رح يكونوا أطفال بارئين من خيارات أو من عدم الرشد الموجود عند الطرفين يستغلوا تدمير الأولاد بسبب الطلاق أستاذ شفيقة مت هنقدر نخبر ابني أنه لابد من الانفصال الأولية وكيف نخبر ابني وشنه هو السن اللي ممكن نتكلم عليه على الانفصال الأبناء نعم فقط تكمل الفكرة اللي راكم طلقتوا منها حبيت نزيد إضافة لأنه كلمة طلاق هي كلمة دائما تحمل في طياتها العديد من المشاعر لما نقوله طلاق كأنه ألم كأنه معاناة كأنه تفكك لا هناك طلاق صحي هناك معايش يكونوا عايشونه الأولاد قبل الطلاق هو معايش مأساوي هو اللي يسبب المشاكل أحيانا طلاق يكون هو طلاق صحي إذا عرفنا كيفاش نتعامل معاه وهنا نصل السؤال تاك كيف يكون التعامل مع الأبناء أو كيف نخبرهم يعني إبلاغ الأبناء بهذا القرار يكون أولا الأولياء خذوا القرار بيناتهم تفاهموا عليه خذوا كل الإشكالات الموضوعة يعني بيناتهم لأنه هذا حياة صح تفك الزواج رابط الزواجي لكن بقى العديد من الأمور اللي مشتركة الأولاد من الجانب الاقتصادي يعني إحنا عشنا حياة مش في ليل ونهار رح نفكوا كامل الروابط اللي كانت موجودة فهذا القرار يكون بين الأب والأم يكون يعني يتعرضوا لكل تفاصيل لبيناتهم ومن بعد يقرروا أنهم يعملوا جلسة للأولاد حتى يكونوا خلاص تطلقوا معلش نقدرون نعملوا هذه الجلسة والإبلاغ يكون على حساب سن الطفل يعني على حساب سن الطفل إذا إحنا نتعامل مع طفل قبل ثلاث سنوات رح تكون الأمور فقط على شكل إضاحات كلمات أنه ماما بعيدة بابا بعيد مثلا بعض الإيماءات هكذا مسافر معلش لكن العمر اللي نشوف أنا بالأطفال يتأثروا فيه كثير بهذا القرار يعني القرار للإنفصال هو قلوبين من خمس سنوات ناشتناق بالمرهقة لأنه هنا الرسالة اللي تلوصل الأولاد أنه إحنا السبب هناك أنه كين واحد الرسالة ضمنية نعم أنه يمكن إحنا السبب يكون الطفل الآن نشوفه باللي الأولاد صاروا متعلقين بالأب صحيح في هذا يعني الجيل هذا الجديد الأب والله متعلق عاطفيا بأولاده نعم فهنا رح يصير واحد الخلل يعني في التوازن كبير قبلها يعني بمجرد أنك ما تلحق معني ترجع الروتين للطفل رح يتعود من ثلاثة لخمس سنوات طفل سراله خلل في الروتين تاعه لكن لما الأم تكون واعية وتعود ترجع له الروتين تاعه روتينه في النوم روتينه في الدراسة إذا كان في اللاكرش رح ييتأقلم سن المراهقة أسهل لأن الطفل أصلا المراهق أسهل و أصعب نعم أصعب إذا كان أصلا كين مشاكل تكون موجودة قبل طالق كما أشرت إذا أصلا إحنا المعيشة تاعنا فيها عنف فيها يعني كل يعني دائما إحنا اللي نحقوا للطلاق محملين بأخطاء ارتكبناها مع الأطفاء يعني مع أولادنا فهديك سواء طفل مراهق ولا مش مراهق رح تأفر على نفسيته لكن نقوله في الانفصال إذا كان تم ثلاثة المراهق رح يستوعب رح يتفهموا أصلا الاستثمار النفسي تاع المراهق يكون في العالم الخارجي مش رح يكون كثير هذا التعلق فالمراهق تكون أسهل عليه بشرط أنه تكون أصلا المعيش تاعهم كان معيش نفسي سوي أستاذ احنا نطلقه من مجتمعنا من مشرنا المحيط بنا كثير لما يوقع الطلاق طرف من طرفين يكون هو الضحية ولما الأم تلعب دور الضحية يبقى الأب هو المجرم وترسخ في صورة الأبناء أنه الأب هو اللي فرطه هو اللي كان السبب وكيف نحافظه على صورة الأب لأن هذه الصورة هي اللي رح تكون لشخصية على الطفل اللي رح تكون يعني الاتزان على الطفل نعم أنا أقول الطفل ماشي بسيكولوج وماشي حل المشاكل لأنه احنا أحياناً لما تتأذى الأم أو يتأذى أحد الطرفين من العلاقة ويلجأ إلى الطلاق يميل أنه يبرر الموقف تاعه الأولاد وباش يبرر الموقف تاعه الأولاد وزع ما باش ميلومونيش أولادي ويقولولي علش بابانا ما وش عايش معانا ويعرفوا الحقيقة وكامل دونك وش نقول نبدأ ندير أنا لازم نلقي اللوم على أحد الأطراف سواء للأسف كان وين حالات كما تفضلت وين يقولوا الأولاد يقولون تا سبابنا ثم قلقتونا ثم هانا بسبابكم طلقنا ولا أحياناً تقولوا بابك فيه وبابك فيه وبابك فيه لتحافظها مثلاً على الصورة تاعها أو العكس دفوتانيك الأب يستغل هذا الموقف ويقولها أمكم عملت لي وفيها مثلاً إذا طلقها باش يعود الزواج فيها كذا وفيها كذا ونهارت زوجت بها فيها يعني تفاصيل مفروض ما يسمعوش بها كامل الأولاد وممكن حتى يدخلوا في تفاصيل محرجة جداً ويحكيها الأولاد حتى يشويها صورة الأم وليبرر خياره سواء بالخيانة الزوجية أو الارتباط بزوجة أخرى أو فأنا نقول إنسان ليلجأ للطلاق ضرور يكون مسؤول يكون راشد قد الخيار قد مسؤولية الخيار تاعه إذا انت مكش قادر مثلاً ولمكش قانع بخيار الطلاق لا تطلق سواء رجلاً أو مرأة إذا انت مكش قادر ومكش متحمل عواقب مسؤولية عواقب الطلاق تاعك والزواج من زوجة أخرى أو الارتباط أو الانفصال عني الأم ما تديرهاش على الأقل رح شوف مختص ما ليش يساعدك كذلك انت كمرأة لما كش قادر على مسؤولية بعد الطلاق ما تروحيش تمسحيها في الولاد الولاد ضرور يخرجون من المعادلة كلياً أنا قلت الأولاد هم ضمن علاقة أبوية أما انتي اللي ركي تناقشي فيه هو علاقة زوجية قد تم فكوري باطها فنقول انتي دروك أنا كيفي أن نتحدث مع الأولاد في هذه النقطة باش نفصل أنا نعطيهم خطة إذا سمحتي أنا أول حاجة نقول إذا كانوا الأولاد ما يعافوش وش معنتها الطلاق وش معنتها انفصال ولا عمرهم ما شافوا أم ربي الولاد وحدها ولا أب ربي الولاد وحده دروكوش نديرو أنا أحبث طريقة القصة لماذا؟ لأنه ليس لديهم أي توقع عن شكل الحياة من دون أبوي فنبدأ نحكي عن قصة طلاق ناجحة أولادهم عاشوا بيان ونجحوا والأم والأب بقوا على تواصل هنا نحكي عن قصة ناجحة هو القصة هنا تهيئ الدماغ تبدأ تبني توقعات بعدها سأعزز وهذا على مسؤولية الأطراف ونقول إن إنسان لازم يكون عنده ضمير ويكون عنده إنسانية على مسؤولية كل طرف أنا أعزز مكانة الأم الله يبارك أمكم فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا واخترتها على هذا الأساس المحاسن اللي كانت عندها والميزات اللي كانت عندها أو مزالت عندها بركوعة ما تساعدوش حب ما أكثر ممكن مزالت عندها نفس الشي على الأم الأب بتحكم هاي كيفا هاي المحاسن اللي فيه هاي الخصائر اللي فيه أب ناجح دونك نحافظوا على مكانة الأم ومكانة الأم لأنها عندها علاقة بشخصية الأولاد ومؤلم جدا أنه ندمر الأولاد دونك بعد ما نهيئ لهم وقولهم لكن والاعتبارات شخصية إذا قدر يحكيهم ويفهم لهم أوكي ما قدرش يحكيها لهم مدون مهاجمة الطرف الآخر أنا أنا بنتلي أنا نحب نزوج أنا نحب ندير زوج نسا وتلتسا ولا أربع نسا ولا هي مثلا أنا حبيت هذا ما صح شي يلغي علاقتنا بيكم إذا هذه بدينا نحكيه على دوافع الطلاق لذلك قررنا الطلاق ويحكيه لهم انفصال نبدأ نعطي ضمانات للمستقبل لأن حكيت بررت نبدأ نعطي ضمانات للمستقبل قال هاي شكل الحياة كيف شنعيشوا هو يبقى باباكم ونبقى أمكم رح يزوركم تزوروها أمكم تزوركم ثم تزوروها نهيئ كل الضمانات لمصلحة الأولاد المرحلة اللي بعدها هي ضروري في متابعة للأولاد لأنه في شيء نسموه الحزن ولا للدعي أو العزاء اللي هو بعد الانفصال العاطفي ده كانوا في أسرة كانوا مع باباهم يماهم في حاجة تنحات إذن رح يشعرون بفراغ عاطفي عند هذو الأولاد ظلوري نعرف كيفاش نعالجوه نكمبليه أنه باش ما يبقى بش يعاني وعاطفي لاحقا أستاذة لابد من استشارة نفسية لتكونوا متابعة نفسية للأبناء كما أشارت الأستاذة كيف تكون هذه المتابعة تفضلي أول حاجة نوجها الأولية يعني بصفة مباشرة أنه نقول لها الأم والأب الراشدين اللي قرروا الطلاق عن وعي أنه مش من مصلحتك أنت كأم ولا أنت كزوج أنك تسب ولا تشتم في الأم حتى ويعود عندك مشاعر غضب مثلا دارت لك حاجة خيانة كما تفضلت الأستاذة هذه المشاعر ما كان حتى مصلحة أنها توصل للأولاد أنت العلاقة الزوجية أخلاصت الآن عندك استثمار استثمارك هما أولادك الآن فكر في هذا الاستثمار لأنه أنت أولادك رح يقعدون لك وأنت أولادك رح يقعدون بإسمك فكر في هذا الاستثمار أنه يكون مستمر بعد الطلاق فمش من مصلحة الأم أنا تقولها بابكم في أي كانت الأسباب من الوضع السليم الصحي النفسي أنه الأطفال يحافظوا على صورة ذهنية طيبة على الأب لأنه هذاك الاحتياج وهذاك الشلخ رح يقعد لما البنت دائما حتى ويكون الأب مسافر والأم تتحضره في مخيلة الأولاد وتحكي عليه حتى في غيابه أنت من بين النصائح لتمديها الأولياء نعم من بين النصائح أنه نحافظوا على صورة الأم نحافظوا على صورة الأب لأنه رح يحوس الإبن يعني في مرحل المراحل يحوس على ذلك الدور نفسيا يحوس على هذه الصورة نفسيا تكون حاضرة بعد أن نلقاوا البنات رح تحوس يعني يجي أي طفل يهضر معاه ولا شاب ولا في مرحلة المراقة رح تندفع له لماذا هنا؟ لأنه تحوس على صورة الأب هذا صورة الأب يغاب جسديا يغاب طريقة اللي حنايا نغيبه أنه هذا الأب ما فيش يعني ميزات فتحوس على ذلك الميزات فنقول للأم من مصلحة الاستثمار أنك ما تجبديش على الأب ومن مصلحتك أنت يا أب هذا الاستثمار هذه الصفقة اللي رحي درتها مع هذه المطلقة ومازال الاستثمار مستمر اللي هم الأولاد من مصلحتك أنك ما تجبديش على الزوجة فالاستعداد النفسي في خطوات يعني باش يكون الطلاق سالس وما تكونش الآثار النفسية هي أكيد هي أنه الأولاد كانوا عايشين معاش معين كانت علاقة معينة فالشعور بهذا التهديد كيفاش نعزل؟ نعزل ثقة في الطفل لما يجيك أنت الطفل في استشارة كيف تعزلوا هذه الثقة؟ ويعني نبنيونه في مخيلته أنه ما رحيش نهاية العالم وإنما بداية جديدة نعم الشعور بالأمن اللي رح يتهز من خلال أنه الطفل يحسره وأنه يومياته واستقراره حتى إحنا الراشدين يعني هذه المراحل التي تمر عليها المطلقة المراحل النفسية أنه تحاول تحمي ذاتها أنه تسقط كل الأسباب بتاع الطلاقة على الزوج هي مرحلة لا شعورية أني نحمي ذاتي من الشعور بالقلق والشعور بتأني بظامير حتى الزوج يعملها أنه أنا هذه المراحل اللي رح نمر عليهم أنا منخليهمش يأثروا يأثروا على أولادي الوعي هنا دائما يجي الوعي الشعور بالأمن والحب دائما نعطو ضمانات آمينة أنه مش رح يتغير حتى شيء في حياتكم نعطوهم تصور للحياة بعد الطلاق أنه مثلا يومين في الأسبوع رح تكونوا مع الأب ثلاث أيام معايا هاي المدارس نعطوهم تفاصيل لحياة بعد الطلاق مع التأكيد على الحب أنه بابا يحبكم ماما تحبكم هذا لو كان من زعزعوهمش في الأمن والحب نبقى محافظين عليهم كيعني أساس ورسالة قوية لازم تلحق الأولاد هنا رح تقول مشاكل ومبعد نفسية كبيرة على الأولاد نتكلموا على الرعاية كيف تكون الرعاية المثالية للأطفال تفضلي نعم من أجل ماذا؟ هي من أجل الحفاظ على استقرار النفسي والتوازن للأولاد أنا ممكن نتوجه الآن للمشاهد الكريم مفتاحين زوج نقاط شفاء عليهم الدور والمكانة حبيت بنك يكون شخصية ساوية شخصية ناجحة متزينة نفسيا نقول لك زوج حويش الدور والمكانة لكلا الأبوين بمعنى كين مكانة الأم ضروري أن تعزز من الأم ومن الأب وكين مكانة الأب تعزز كذلك من الأبي ومن الأم معنى تكون الأب محترم والأم محترمة عندها مكانتها الدور فيه دور ضروري أن لا يتم التخلي عني الأدوار بسبب أني يا الله نعاقبك دورك أنت خطر طلبتي طلاق ولا درتي لي الخلع ولا أنت طلقتني غيابيا ولا دورك رح ننتقم لك سألغي دورك في العلاقة أو سألغي دوري في العلاقة مثلا بعض الحالات اللي جاتني أنا أحد السيدات اللي كان أولادها يعني قبل الطلاق يدرسوا في مدرسة خاصة وكان يتفعلهم الأب يعني مصاريف في المدرسة خاصة بسبب مشاكل لتأزمة الوضع طلقت لما رأى نفصلوا هذا الوليين الأب عنده توجه انتقامي وش قال كيفش ينتقم منها ما نقرهم لكش روح يشوفي كيفش تقرهم يروحوا للمدرسة العامة دونك مش بش نقارن يعني التعليم العام أو الخاص لكن كموقف أنا كنت نصرف عليهم ونخلص لهم دونك رح ننتقم هي في تخلي عن دور عليها الولاد نستخدمهم لكي أعاقب إذا لا تتخلى عن دورك عقابا للأم أو للأب تانيك ما تتخليش عن دورك مع أولاد قال أنا ما نربيهم لكش أيد بالراسك بهم أنا تانيك نروح نعاود دحياتي أنت ترميلي لولاد وأنا نقعد نربي فيهم أنت تروح تعيشي ولادك وتعيشي لي باتاق أيا هزهم أديهم أنا ما نرفضهمش دونك لا يتم التخلي أنا نقوم بمسؤوليتي كدور كأم ونقول حتى وإن ظلمك الطرف الآخر فأكيد الله سبحانه وتعالى رح يعوضك بما فيه الخير لك أنت المهم تحمل مسؤوليتك بدون ما تدخل في جدال مع الطرف نتفاوض معك تحملت دورك أتحمل دوري قمت بالرعاية أقوم بالرعاية ما قمتش إذا نثني من دير لا ما نبقاش ندخل كما نقوله بالعامية الأطفال أوتاج يعني والتصفية الحسابات نصفوها بالأطفال لأن حتى هذه تصفية الحسابات أنا نقول تصرفات وسلوكات طفولية الوعي إذا تخل في أي مشكلة نعم الوعي تطلع أنت هي كأم ولا أب حابين تطلقوا يتستشيروا تقدموا الاستشارات باش هذه المرحلة تم سلام يا تطلعوا عن طريق كتب عن طريق أنترنت على الأقل لما تدري خطوة تدريها عن وعي تعرفي الآثار تحى هنا يكون يعني الانفصال سلس وما فيش أواقع على الأطفال شكرا أستاذ ناصحة في الأخير أنا نصيحتي أنه نقول إذا قرار الزواج نهر تمتم بطريقة يعني عاطفية وندفاعية ورومانسية ودرامية ولم يتم على أسس موضوعية وركائز قوية فلا تجعل الانفصال الآن يتم بطريقة درامية ويمكنك استدراك وفهم العبرة من الموضوع وتنفصل بطريقة وأسس موضوعية ركائز قوية توازن صحي ونفسي لكل الأطراف بعد الانفصال وكذلك أوجه نداء أنه إذا صعب عليك الأمر فيه ما هو متاح بإمكانك استشار استشار قبل الزواج تنفعك وممكن أن تنجيك في الأسرة تاعة وممكن أن تتجنب منها حتى أثناء الزواج تتجنب الطلاق كليا لأنه كثير من الأحيان يتم الطلاق بأمور تافية تتضخم لتتحول إلى دراما حقيقية بارك الله وفك إلى هنا مشاهدين الكرام نصل وإياكم إلى ختم هذا العدد نضرب لكم موعد إن شاء الله الأسبوع القادم بحول الله مع موضوع جديد إلى ذلكم حين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا